عندنا خبر في السكواش عندنا بطلين في النادي اهلي دايما هقول بطلين مش هقول بطل واحد عندنا يوسف سليمان وعندنا مصطفى عسل الاتنين ابطلنا والاتنين شباب الخبر الحلو ان مصطفى عسل بقى رابع العالم برافو يا مصطفى مصطفى كل اللي عملوا السنة اللي فاتت بدأ يجني ثماره الان بدأ يعلى في الرانج شفناه دخل في الاحسن 16 العاشر التامن هب السادس هب الخامس هب بقى مصطفى عسل الرابع تقدم مركزين بقى في المركز الستاشر برافو يوسف يوسف رايح يوسف رايح يعني انا بقول لكم ان شاء الله تلات اربع خمس ست شهور وهنلاقي اللي اتنين دول هيبقوا فيه توب فايف على العالم كله الحمد لله ماشيين كويس يمكن يعني مصطفى عسل فقط بطولة واحدة في امريكا ولكن بعد كده هيشارك وهم شباب عمرهم صغيرا يعني والنادي الاهلي وقف جنبهم جامد جدا وجماهير النادي الاهلي وقف جنبهم جامد جدا لتمنى ليهم كل التوفيق دي من الاخبار الحقيقة اللي اسعدتنا جدا 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 نفس الكلام بنسبة نادين شهين لعبة النادي الالف لسكواش هي تأخرت مركز ولكن تأخر مركز ده او تطلع مركز مش حاجة يعني مركزين حاجة يعني هي كانت في الدور الستاشر او المركز في الستاشر كانت في التصنيف اللي فات دلوقتي هي في التمانتاشر فمركز او اتنين ما اعتبرش يعني هل تعتبر في مكانها تعتبر في مكانها بس ان شاء الله البطلات اللي جاي ممكن نادين حظها وحش في حاجة نادين كانت دايما بتصدم بابطال العالم في الميندرو فدايما لما تيجي تخش تلعب تلاقي بطلة تلاقي نور الشربيني بسم الله الرحمن الرحيم انها دخلة ألاقي نور الشربيني في دور الستاشر فما بتعرفش تجمع نقاط عشان تعليها في الرنك بتاعها بس هي عندها اصرار كبير جدا وعندها عزيمة ان هي ترجع وان هي تحصل النقاط وان هي توصل لترتيب علامي جيد وزي ما قلت لكم زي ما النادي الاهلي واقف جنب يوسف سليمان ومصطفى عسل واقف كمان مع نادين شهيد ترجمة نانسي قنقر